صعد في هذه الصابحة باستدافة رئيس ديوان الوزارة التربية الوطنية سيد عبد الوهاب قليل أهلا بك سيدي وشكرا على الاستجابة للدعبة شكرا وصباحكم سعيد أهلا بك لكم ولي جميع مشاهدين هذه القناة شكرا سيد قليل بداية سيد قليل البارحة الوزيرة التربية نوريا بن غابريت يعني نشطت ندوة صحفية بمقر الوزارة يعني وضعت النقاط على الأحرف من أجل قضية الأستدة المتعاقدين المحتجين لتكون الفكرة واضحة في أدهانهم أنه لا وجود لإدماج مباشر محتبرة أن طلبهم غير قانوني شكرا هذه الندوة الصحفية كان بإلحاح حتى من العاملين في القطاع لتوضيح الأمور أمام الرأي العام الوطني وكذلك هي رسالة موجهة للمعنيين لأنها تضاربت الآراء والأقويل وهناك من يريد صب الزيت على النار فمعالي وزير التربية الوطنية أرادت من خلال هذه الندوة أن توضح الأمور وأن تقدم رسالة إلى المجتمع وكذلك أن توجه نداء إلى هؤلاء الأساتذة المتعاقدين والذين بعض منهم متعاكف على المستوى مدينة بودواو في هذه الندوة أكدت على أولاً تألمت لهذا الوضع الذي قالت إليه الأمور وتأسفت عن وجود أستاذات وأساتذة متعاقدين على مستوى شارع ساحة عمومية يعني تألمنا كلنا معها ومع هؤلاء وهم أساتذتنا وهم أساتذة أبنائنا وبالتالي لا يمكن لنا إلا أن نكون متضامنين معهم في بعض المواقف التي أعبروا عنها لو هو قال نحن عملنا عندما أحتاجنا القطاع وهذا لم ننكره وبالتالي أرادوا أن يؤكدوا على تثمين خبرتهم التي قضوها في ميدان التربية والتعليم وهذا ما عملت عليه مع الوزير التربية الوطنية والطاقم المسير لهذه الإدارة لهذه الوزارة من خلالي مختلف المفاوضات مع المديرية العامة للوظيفة العمومية ثلث جلسات تحت إشراف الوزارة الأولى طبعا وهذا كذلك مدلول آخر على أن الحكومة أرادت أن تدرس مطالب هؤلاء والحمد لله قبل طلبهم وهو حساب هذه الخبرة المعنية والآن نحن رجعنا إلى الإطار القانوني لأن النصوص التي تحكم الوظيفة العمومية واضحة كل الوضوح كل العمليات التي لها علاقة بالعمل هي مربوطة باللجوء أو المرور عن طريق المسابقات نحن نعمله في إطار قانوني أطر معمول بها منذ سنوات ومقننة في نصوص وهذا ما أرادت معالي وزير التربية الوطنية أن تؤكد عنه لجميع المتتبعي هذه القضية لكن الآن ما يطلبه هؤلاء هو الإدماج المباشر هذا الإدماج المباشر كان في مرحلة معينة في سنة 2011 سنة 2011 نعم وأنا ذاك سيد قليل كان عدد المسجلين هو 17 ألف مسجل لخوض مسابقة تدريس أنا ذاك لكن الدولة الجزائرية نظرا لطالب الأساتذة المتعاقدين أدمجت كلهم وقدر عددهم أكثر من العدد المسجلين و35 ألف أستاذ تم إدماجه مباشرة وهذا ما يجب أن يعرفه المشاهد الكريم والزملاء الأساتذة المتعاقدين على أنه فيه مناصب شاغرة وفيه مناصب مشغولة حاليا شاغرة وقد تم استخلاف أو إبرام عقود عليها طبعاً ولكن فيه مناصب شاغرة مؤقتة وحدة تخرج عطلة أمومة وحدة تخرج عطلة استداع إلى غير ذلك من العطل كل هذا يجب استخلاف لكي لا نترك التلاميذ دون أساتذة وبالتالي فالعدد ليس هو العدد المصرح به لو هو 25 ألف متعاقد على مناصب شاغرة لكن هناك عدد هائل يزيد أكثر بكثير من هذا العدد عندما يتعلق الأمر باستخلاف أستاذة ذهبت إلى عطلة أمومة أستاذ أو أستاذة في عطلة مرضية أستاذ أو أستاذة في عطلة أو استداع حالة استداع ذهب إلى الخدمة الوطنية إلى غير ذلك من هذه الوضعيات التي غير قارة أو غير عادية جيد سيد قليل ابقى معنا نربط الاتصال مباشرة مع الأمين العام للإتحادية الوطنية لعمال التربية سيد فرحات شابخ صباح النور أهلا بك سيد شابخ صباح الخير سيد شابخ لاحظنا أمس أنتم وإضافة إلى ست نقبات طبوية سندتم بقوة قرار وزيرة التربية الوطنية واعتبرتم أن مطلب الأساتد المتعاقدين غير قانوني أيضا لا في الحقيقة مش المسندة المطلقة نحن كنا متعطفين أولا في البداية مع زملائنا طبعا المتعاقدين على أساس هناك اللي عندهم ثلاثة أربع سنوات لا يمكن أكثر اللي يخدموا لهم تجربة في البداية تعطفنا قلنا من غير المعقول باش تجري بتاعهم مباشرة فنتروحها كده في الريح ولكن فيما بعد بعد تتمين الخبرة كنا نطروحها ألا قد يخضوا بعين الاعتبار قلنا تتمين الخبرة جات الخبرة وخاصة يعطوا المقرب من يوصلوا إلى أربعة أو خمسة نقاط في حالة ما يدى كمسة سنوات قلنا ولكن في إطار العزالة الاجتماعية في إطار تكافة والفرص من غير المعقول من غير المعقول وهذه السنة تختلف على 2021 وال2022 وأن وزارة طبية قد بدأت أولا كما يقول تسجيلات معناها في معضلة كبيرة جدا عندك 820 ألف مننا شاب جزائري متخرج من الجميع يطمح إلى منصف شعور وهنا كذلك زملاء كان عندهم الحب وفرص بشي يعملوا كمتعاقدين ما هي من أجل طريقة اللي داروا بها قلنا من غير المعقول وخاصة ونحن المجتمع كله يفهم الأستاذ بالمستوى الضائف كذا كذا كنا دائما ندفع على رفع المستوى على الكفاءات لذلك وزياد على ذلك زياد على ذلك قلنا من غير المعقول ممكن نمشيوا معهم من جموعة كذا ونخليوا ممكن شباب في الحقيقة وممكن لو جينا نعملوا حسابات نقابية يقولك حنا ماذا بنا مباشرة نمشوهم على المتعاقدين ولكن نحن خممنا مصلحة المدرسة الزائرية خممنا على الكافاءات خمنا على تكاف فوق الفرص هذاك الفاقير اللي راه في الجبل اللي راه بيش كون يدفع عليه ما المفروض لازم الدولة الزائرية كذلك الدافع على هذاك المواطن الساكت اللي راه يختار بالقوانين ما لازمش كذلك مهما يكون السبب واني نقولك مهما يكون السبب باش مباشرة اللي ممكن يخرج الطريق يدي حقه ويستكدام يبقى حقه فانح يعني طلب الأسدد المتعاقدين أصبح مبالغ فيه خصوصا وأن الوزارة والوظيف العمومي استجابة إلى طلب تتمين الخبرة تتمين سنوات الخبرة وبالمقابل هددتم أيضا سيد شبخ إضافة إلى النقابات الأخرى المساندة طرح الوزارة بأنكم ستعتصمونها في حالة تم الإدماج المباشر لا ما نقوله سنبنا الوزارة باعتبار أيتم الموقف بالأحرى سيد شبخ من البداية قبل ممكن كنت تغضر ونحن نكون هذا على تكافة الفرص الذي يضمنه الدستور الفرص هذا هو زياد على ذلك وأن الحكومة نقدر فقول وزارة طبعا عن طريق وزير التربية التي بدلت كل مجهودات على الأقل باش تحاول تعطي فرصة لهذه المتعاقيدين أولا وزارة تربية الحكومة أعطت نقاط ستمين طبعا ما قلوش غير قانون لأن داخل عمل قانون وهذا من تقريبا من دراس الميلي الساد هذا مباشرة عن طريق كما يقول التوظيف عن طريق رسمية أولا ثانيا هناك فورس أخرى على أساس أن الدولة جزيرة وخاصة وزارة تربية تطرون فورس أحسن وهي لاهم الأولوية كذلك معناها رغم المنصب ضامنينو مهما يكون لننجح رغم مبروك عليه إلا ما ننجح لاهم الأولوية في تطلق سنة المقبلة أنا أظن بأن ممكن هناك مكتسبات عظيمة أنا في رأيي مازال ما تفهموش المغزى التاحها ولذلك نحن النداد تاعنا هذو الزملان نحن ما نجد ضدهم ومتعطفين معهم ولكن مهما يكون لازم على ألف هاتف الدزائر يكونوا مجموعة من المواطنين إذا فؤل هذا المواطن اللي ما عنده ممكن المعرفة اللي ممكن يحشم هذيك المرأة أو هذيك الشابة اللي رأيي الآن ما تقدرش تخرجوا وتروح البوجوة وممكن نظرا للتقاليد والعادة تعدى الزهرية أين المرأة فيما كانها المحترم في البناء نستخرج تبات برة إلى آخرين كذلك لدينا محيزة عليهم وإلا معناها كل عقلية ونقول لهم مسلمين ونمشي في اتجاه ما نقدرش الله غالب نخافه من ربي ما نقدرش الأمين العام الاتحادية للوطنية لعمال التربية فرحات شابخ فكرتك وصلت شكرا جزيرا لك سيد قليل الفكرة واضحة يعني النقابات التربية السبعة إضافة إلى جمعيتين لأولياء التلاميذ هي يعني سندت طرح أنه تتمين الخبرة يعني من الأستدى المتعاقدين يعني الذي له خبرة كبيرة هي لا تتجاوز ست سنوات نعم هو فيه بناء على مبدأ الذي تعمل به مع علي وزير التربية الوطنية وهو فتح الحوار على يعني جميع الفئات بما هذه الفئة التي كونت مجموعة تمثلها في مختلف اللقاءات التي ترأستها مع علي وزير التربية الوطنية التي بلغ عددها ثلاث على مستوى ثلاث لقاءات على مستوى وزار التربية الوطنية وفيه كذلك كلفتنا مع علي الوزيرة بذهب إلى عين المكان والالتقاء بهؤلاء ورفضوا لكن للأسف شديد هم رفضوا في البداية كانوا على مستوى الثانوية في بداية يوم وصولهم إلى مدينة بودو علما وأن منذ انطلاق ما سمي بالمسيرة على مستوى الجاية كنا قد اتصلنا بهم وأبلغناهم بأن أبواب وزارة التربية الوطنية مفتوحة للحوار وهذا ما كان لهم وانتقل وفد ممثل في ست أساتذة إلى وزارة التربية الوطنية واجتمع هؤلاء مع مع علي الوزيرة والتقم المسير للوزارة وتم تقديم شروحات واسعة للنظام التعاقد كيف يتم ثم ما هي المطالب بالضبط الخاصة بهم وعلى ضوء هذا اللقاء الأول الذي تم يوم 28 مارس لـ 22 مارس هم ابقوا على موقفهم رغم التطمئنات التي قدمتها مع وزير التربية الوطنية المدرية العامة الوظيفة العمية تحت إشراف مع سيد الوزير الأول لأن إشارة واضحة من الحكومة على أن هناك سماع لهؤلاء وعدم تركهم يقومون بوقفات احتجاجية وهذا الدليل كذلك على أن فيه إشارة سياسية واضحة من الحكومة لتكفل بانشغالات هذه الفئة الأسف الشديد كملوا المسير انتحهم إلى أن تم لقاء ثاني على مستوى الوزارة وطالبت مننا انتقلنا رفضوا التحاور تم كذلك دعوتهم أو تم دعوتهم مرة ثالثة إلى وزارة التربية الوطنية وكان هناك نقاش كبير وقدمنا لهم كل التفسيرات اللازمة والضرورية من بينها ما عرف بالمكتسب رقم واحد والخاص بهم والذي كان مطلبهم الأساسي ألا وهو تثمين الخبرة الميانية أي سنوات العمل التي قضوها في المؤسسات التربوية وقلنا لهم أن المبدأ العام هو المسابقة الاستثناء المبدأ العام هو الأساتذة خارجي مدارس العليا الأساتذة الاستثناء الأول هو المسابقات استثناء الاستثناء هو الوجوه للتعاقد وهذا يعني استثناء داخل الاستثناء ولكن المعنيين قالوا نحن يجب أن يكون هناك إدماج مباشر قلنا لهم في هذه الحالة حط المبالغ فيه بعد الضمانات التي قدمت الضمانات وأكثر من ذلك هم طرحوا مشاكل أخرى التي هي عدم تقاضي بعض منهم لأجورهم البعض الآخر لبعض المنح التي تعود قانونا لهم هذا ما قامت به مع الوزير التربية التونية بالاجتماع عن طريق الفيزيو كونفيرونس مع جميع مديرية التربية للولايات ويعني أعطتهم تعليم على أن يتكفلوا بهذه القضايا لو هو دفع أجور المعنيين في أقرب الأرجال والعمل على تسوية بعض الوضعيات التي بقت عالقة والتي تخص وضعيات محددة وكذلك دفع مختلف المنح والعلاوات التي تعود قانونا لهم هذا مكسب ثاني وهذا حق لهم لا يمكن إنكره كذلك يعني فيه لا أقول أشياء أخرى يعني أن نعتبرها مكسبا آخر لهم ألا وهو القول لهم والتأكيد لهم على أن هذه المسابقة التي بلغ عدد المطار الشوحة الباريحة على ساعة الثانية زوالا 867 و160 مسجل إلى غاية الرابع عشر إلى غاية 14 ممكن نصل إلى مليون أو أكثر من مليون هذا بدون شك نظرا لأهمية المسابقة نعم قالت لهم نحن ما نحن تعلمت سيدة وستادة مدرية التربية على أن بعد تسجيل يعني آخر عجل هو يوم 14 يمنح لكم فطرة زمنية لتقديم شهادات العمل يعني إلى غاية 30 يوم المسابقة يمكن لكم تقديم كل البرهين والبيانات التي تدل على أنكم فعلا مارستم مهنة التعليم هذه شيء آخر الشيء الآخر هو الشفافية لعملية إجراء المسابقة الشفافية هذه والنزاهة أولا نضمنها من خلال دعوة الشركاء الاجتماعيين لمرافقتنا في تنظيم هذه المسابقة وهذا ما تم التطرق إليه خلال الجلسة التي نظمت مع هذه النقابات وهذه الجمعيات الشركاء الاجتماعيين سبعة من ضمن ثمانية الذين أمضوا على وثيقة ما يسمى بلاتيك ديو سكتور ديوكاسيون خلقية قطاع والجمعيات الثنين التي مضعت على هذا الميثاق وكان هناك تفاهم كبير لمختلف المبادرات التي قامت بها الحكومة ووزارة التربية الوطنية قلنا لهم أنه لأول مرة عندما يتعلق الأمر بمسابقات المهنية سنستعمل التدابير التي تستعمل في امتحان شهات الباكالوريا بدءا من عملية التسجيل عن طريق كل الألية الإلكترونية المعروفة حاليا ومرورا بضمان الشفافية وظور ملاحظين من حتى مختلف الشركاء الاجتماعيين ولما لا تشكيل لجنة من هؤلاء الأساتداء المتعاقدين لضمان السير الحسن لهذا الامتحان وكذلك الإغفال الذي يكون مطبق كما هو العمل به على مستوى امتحان شهات الباكالوريا ثم عملية التصحيح التي تتم في ولاية غير ولاية مكان وجود مركز الإجراء المسابقة هذه ضمانات أخرى آخر ما توصلنا إليه وهو عربون تعثقة لهؤلاء ما أردنا أن نمرره إليهم هو أعطاهم الأولوية في التوظيف في تجديد العقد العمل والذي سيكون آليا بالنسبة لهم بالنسبة للذين لا يمكن لهم الطار الشح للمسابقة بسبب عدم فتح مناصب مالية أو كذلك في بعض التخصصات طبعا ليس في جميع التخصصات وكذلك الذين لم يسعفهم ربما الحظ في النجاح في هذه المسابقة علما وأن لهم ما يسمى بأولوية حتى من جانب التنقيط لماذا؟ لأننا اعتمدنا النظام السابق في النظام الجديد وهذا هو الشيء اللي كانوا يطالبوا به من البداية وقد لبينها نعم السيدة الوزيرة دعت الاحترام مطاق أخلاقية المهنة وفعلا ومختلف النقابات سبعة من ثمانية وننتظر النقابة الثامنة نحن ندعوها إلى يعني وهي سيد غليل وهي السنتيو نعم ما فيش مشكل لأننا نتعامل مع جميع النقابات فيه نقابتين رفضها منذ البداية التوقيع لكن الأبوال مفتوحة لتوقيع أنها ميثاق إخلاقية القطاع وهي الكلا والكنابيس ونحن في انتظار يعني هؤلاء لانضمام إلى لماذا لأننا اعتبرنا أن هذه السنة سنة يعني جرت في ظروف التمدرس جارة في ظروف نعتبرها عادية دون إضربات وهذا ما نسعى إلى تحقيقه إلى نهاية السنة ضمانا لحق التنميذ في التمدرس بالحديث عن الإضربات غدا إن شاء الله هالأربعاء نقابة كنابس دعت إلى يوم إضرب مفتوح للتضامن مع الأستدى المتعاقدين أظن قبل أن نتحدث عن الإضرب الذي دعت إليه نقابة كنابس هم تضامن مع هؤلاء الأستدى نحن تضامن كإدارة كحكومة كوزارة تضامن مع هؤلاء الأستدى من خلال كل هذه المكتسبات وهي عديدة أربعة أربعة وأربعة وتحتها مكتسبات فرعية أخرى يعني أظن أننا نحن أدرى من غيرنا وما فيه تزايد يعني في هذا الجانب لكن هذا حق النقابة سنرى من الجانب القانوني هل لهم الحق في هكذا الدعوة للإضراب بطريقة مباشرة دون المرور على الألية القانونية هذا ما سنراه اليوم من جانب القانوني البحث سيد قلي أنتم كوزارة التربية ما هي الأسباب التي منعت في رأيكم الأستدى المتعاقدين لدخول في اجتياس مسابقة التوظيف أظن أن من بين المتعاقدين والإحصايات سنقوم بها فيه ربما جل المتعاقدين موافقين على المشاركة في المسابقة يبقى ربما لبعض متشبت لأسباب قد نجهلها أتمنى أن لا تكون لها علاقة بأولا هذا المكسب بتاع الخبرة اللي هما ما عندهم هذه الخبرة لماذا اللي نلاحظنا من ضمن المعتصمين اللي عنده بدأ في شهر أكتوبر شهر أكتوبر ونحن نعرف كيف يتم اللجوء التعاقد هو أولا كما تفضلت به معالي وزير التربية الوطنية لا أقول معرفة معنى المعرفة معرفة ولكن المعرفة لأنني عرف مدير المؤسسة فبدون شك السبق الإعلامي لكي أتحصل على هذا المنصب فيه شغور منصب خرج واحد فيه وطلاء أو فيه مؤسسة جيدة لأن المناصب الشاغرة يعني بمعنى الكامل لكلمة شغور هو عندما يتعلق الأمر بخروج موظفين إلى التقاعد الاستفادة من معاشي التقاعد أو بناء مؤسسات جديدة تتطلب فتح مناصب مالية جديدة فهذه المناصب إذا ما كانش فيه خارجي من مدارس العليا للأستفادة فنلجأ إلى التعاقد الظرفي حفاظا على تمدرس أو ضمانا لتمدرس تلميذ هذه المؤسسة جديدة جيد سيد قليل في النهاية في حالة مواصلة تمسك الأستفادة المتعاقدين في احتجاجهم وفي مطلبهم ما هو الحل في رأيكم والله كلامي لا يمكن أن يعاكس كلام معالي الوزيرة التربية الوطنية التي هي المسؤولة الأولى على القطاع هي ناشدتهم البارح أولا للتعاقد ثانيا للرجوع إلى مكان عملهم ثالثا إلى القيام بتسجيل أنفسهم في المسافقة لتاريخ آخر تاريخ أجل إداعا أو تسجيل هو يوم 14 فهذا هذا هو مطلبنا لهؤلاء ونحن متأكدين على أن إذا احتكمنا إلى العقل فبدون شك سيسجلون أنفسهم في المسابقة خاصة وهم الآن على دراية من خلال الندوة صحفية التي نظمتها معالي وزير التربية الوطنية البارحة وذكرت كل هذه المكتسبات من تثمين لهذه الخبرة وهو عامل مفيد لهم إلى إضافة إلى تسويت جميع الوضعيات العالقة الخاصة بهم ثالثا إلى ضمان شفافية المسابقة ونحن نعرف أن أصل المسابقة هو أن تكون هناك تكافى الفرص لجميع ابناء هذا الوطن وهو ما يضع بشتور سيدا وأخيرا هي هذه الأولوية التي تدوم نحن لهم آليا في الدخول المدرسي المقبل من خلال اللجوء إلى التعاقد معها إضافة إلى أن أبواب الحوار أبواب الوزارة مازالت مفتوحة هكذا سيد قليل كلمة آخيرة وشكرا لكم لمنحنا هذه الفرصة شكرا للشركاء الاجتماعيين الذين يعني بادروا بادروا بالقيام بنداءات للتعاقل لهؤلاء الزملاء وكذلك مشاركة الإدارة المركزية أو الوزارة ككل في مباركتهم أولا لفتح الحوار في الاستماع إلى انشغالة الجميع وثانيا أو ثالثا يعني تدارك بعض ربما الأمور قبل يوم 14 وهو آخر رجل ودعوتهم إلى الزملاء اللي هم آن مضربين إلى تجيل أنفسهم وهذا ما نتمنى ونتمنى كذلك أن يعودوا إلى العمل إن شاء الله مدير ديوان بوزارة الطربية الوطنية سيد عبد الوهب شكرا جزيلا لك وشكرا على هذه التوضيحات وأتمنى أن دعوتك ستستجاب بي القبول شكرا شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا